بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا في انوار القرآن وانوار القرآن بتغسل كل متعبنا وكل اوجعنا انا عارف ان الكلام عن العلاقات وهو المجال اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي وهو مجال العلاقات مجال واسع ومجال مليان اشياء كتيرة ممكن تخلينا نقف معها ساعات وساعات ولكن انوار القرآن بتطوي كل المسافات دي وتعلمنا اشياء في غاية الرقي وتخرجنا من هذا الضيق وتوفر عننا اوجع كتيرة ومتاعب كتيرة واحنا مع القرآن الكريم وبنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى واحنا ماشيين وصلنا الى الكلام عن العلاقات وكانت اول صفة تكلمنا عنها هي صفة التقبل وكانت دي البوابة اللي دخلنا بها على العلاقات ان ما فيش علاقة من غير ما حقا الناس تتقبل بعضها تخيلوا كده في الجواز لازم الناس تتقبل بعض عشان نبتدي ندخل في فترة الخطوبة لازم في تقبل اي علاقة في الدنيا لازم تبتدي بالتقبل لكن الاية النهاردة هتكلمنا عن صفة تانية الاية ويقوله تعالى ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون هذه الاية بتكلمنا عن صفة تانية مهمة جدا جدا فيه تعاملنا وفي علاقتنا وكأني ما ينفعش بعد التقبل ما تكونش الصفة دي موجودة يبقى ايزا احنا بنتكلم عن القيمة التانية في مسألة العلاقات واللبنية التانية في العلاقات هي ايه ما ينفعش بعد التقبل ده حد فينا يقول انا باقبلك بس لازم انا اكون متميز عندك فكرة التميز في العلاقات فكرة مفسدة لأي علاقة ولذلك جات الاية تعلمنا القيمة المركزية في العلاقات قيمة اساسية في العلاقات ان العلاقات لازم تتبني على السواسية يعني على ايه على ان الناس سواء في العلاقة على ان الناس متساوين في العلاقة يعني ايه يعني ما ينفعش وانا بندخل في علاقة حد يحس ان هو اعلى من التاني وان العلاقة دي احمد ربنا ان انا موجود في العلاقة دي تخيل كده لما الزوج يتعامل كده مع زوجته أو الزوجة تتعامل مع زوجها كده تخيل الأولاد لما يتعاملوا مع أبوهم كده وبيقولوله على فكرة أنتوا مش ممكن كنتوا ممكن يكون عندكم أولاد زينا مسقفين أنتوا وعيوكم كان أقل من وعينا إحنا أفضل بكتير لا 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 مش تنفع علاقة البنوة ولا الأبوة دي ولا الأصدقاء لما حد فيهم يحس أن يقول للتاني على فكرة أنا إضافة ليك أنا موجودي في حياتك ده إضافة ليك لا ما تبقىش علاقة ولا هتستمر ولذلك الآية جات قالت إيه إن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة وكأننا بنسمع حضرت النبي بيقول لا فضل لأعربي على أعجمي إلا بالتقوى والتقوى دي عند مين؟ عند الله يبقى إحنا كلنا عن نتعامل معاملة الإنسان الواحد ولذلك جات في آخر الآية بيقول إيه وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ يعني إيه؟ أنتم عبيدي كلكم عبيدي في حد مختلف في التعامل التاني إحنا جبنا السواسية منين؟ كلنا عبيد يفعل الله فينا ما يريد يبقى ربنا جعل جعل عباده كلهم متساوين أمة واحدة وخلق واحد ما فيش فرق ما بين الناس إلا بالتقوى فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا فضل لأعربي على أعجمي إلا بالتقوى وحتى يتكلم حضرت النبي لأن الناس تتكلم أيه؟ الأعربي والأعجمي وليه؟ وليه أبيض على أسود وليه أسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم ومن تراب يبقى إيه العلة في أن إحنا سواه؟ كلنا أساسنا واحد آدم وآدم كله كان من تراب فعلى أي أساس يحصل هذا التمييز الهدام التمييز في العلاقات ده أمره هدام فعلى إيه إحنا بنشوف نفسنا أحسن من الناس؟ ونغتر ونبتدي نقول لأي حد ما عجبناش أنت مش عارف أنا مين؟ ها أنت أنا آسف يعني أنت عبد رب العالمين أو شوف أنت فين وأنا فين؟ يا ما ناس خواطرها تكسرت بسبب كلام زي ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في كلام واضح الناس وسواسية كأسنان المشط كلنا سواه لازم نبطل نقارن بولدنا بولد غيرنا عشان نعمل إيه؟ لا بولد أرايبنا ولا بولد صحابنا وبلاش نقول لهم بص ابن خالتك وشاطر إزاي ولا بص ابن عمتك دي مش طريقة صحيحة في التربية بص هو وهو يرد عليه بقى طب شوف هم معهم فولا سأل دي ايه طب شوف ما احنا تعلمنا بقى الأفضل وسيلة لإفساد الحياة وإفساد العلاقات وبلاش تقولي البنتك كمان شايفة بنت عمك اتجاوزت ومعها يلا وانت لسه ما تجاوزتيش ايه كلام السخيف ده؟ ليه كلام ده؟ كلام ده كله عشان احنا شايفين ان احنا كنا مفروض أحسن منها ومفروض كانت بنتنا تتجاوز قبلهم ولا اللي تتجاوزوا أفضل منك ما هو نفس الكلام اللي بتقال ده؟ ايه اللي حاصل؟ فايه اللي حاصل؟ لازم نبطل هذه المقارنات ونبطل نخرج ونخرج من هذه البشاعة لازم نشجع أولادنا على السعي والأخذ بالأسباب ونعرفهم ان ما فيش علاقة بين السبب والنتيجة ورزق ربنا واسع ورزق مالوش مش بالفلوس بس ولا بالجواز ولا بالخلفة بس ده رزق صحة وسطر وزراحة بال وانشرح صدر وعلم ومعرفة ووعي وحب للناس كل ده من الرزق فيه ناس ما بتعرفش تحب الناس واذاك قلوبها أسية دولا مش حاسين بحلاوة رزق ان هما يبقوا ناس طيبين ولا حاسين بان النار حرام عليهم لان النار حرام على كل هين لين سهل ولازم الأولاد يبطلوا يعاملوا أهليهم انهم مكينات فلوس وقيمتهم وقيمت الأهل دولا وقيمت أهلهم في الفلوس اللي بيجيبوها لهم فلو هما ما يجب لهمش فلوس إيه اللي حاصل يبقى ما لهمش أهمية والدليل على ذلك إزاي إن إحنا ما أنتوا لازم تخدموا مشروعنا إحنا بس الأولاد بتكلموا إزاي؟ أسلحة مهمين قوي وإنتوا خلاص زمانكم عدة وإحنا زماننا زماننا اللي جاي فإنتوا في الحقيقة مش زينا إحنا أفضل منكم إن إحنا أفضل منكم وعلى شأن كده مفيش حياة سماسة وقاسية فالعلاقة تفسد ويحس الأباء والأمهات إنهم اتجرحوا وضاعت حياتهم وخلاص ومفيش حد واقف جنبهم وبقوا تقولوا والد صاحبي جاب له كذا وكاب له كذا وجاب له كذا وجاب له شقة عشان يتجاوز فيها وإنت مجبتليش أي حاجة أموال إنت لازمتك آه بكلام الجرح ده بسمعه ده مبنى كله من إن العلاقات مش مبنى على السواسية يعني ساعة ما بتقول إنت إمتك إيه دي يا أبويا إنت كمان إمتك إيه لأبوك بسألة بسيطة لازم نعيش سواسية آه صحيح أنت عندك شباب بس هو عنده كمان تاريخ طويل من إنه هو ساعدك إن أنت تكون إنسان يبقى إيه متأهلك في إنه هم عملوا إيه وربوك على إيه وحفظوا إزاي عليك وعلى أخواتك وربوك بالحلال يبقى هو ترضى لغيرك اللي ما ترضوش لنفسك آه هنا بقى لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسي العامل اللي بيقوم بخدمتك في أي مكان زي زيك بالزبط لأن الناس كمان خادم للناس في مكانهم في مكانهم فما تجرحوش بكلمة التي تعالى عليه كلنا عبيد فقراء عارف الشخص ده اللي هو بيمشي بالسواسية دي إيه اللي حصل تلاقيه خفيف زي النسمة الناس تحبه يبقى أنت عايز علاقتك تبقى راقية بالناس ما تشوفش ما زاليك خلي الناس تشوف جمالك عارف أسوأ حاجة لما الإنسان يعيش بالتمييز بينه وبين الناس إيه اللي حصل إنه بيحاول يورن الناس جماله فالناس تشوف قبحه تشوف قبح إيه إنه بيصغرهم وبيتكبر عليهم عشان كده أنا مش بحب تسميت كليات القمة دي كل الكليات بتقدم نفع للمجتمع فما فيش أفضلية لمجال على مجال ولما سيدنا أبو زر عير أحد الناس بأمه الأعجمية ورح حكى لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعضت النبي قال لي أبي ذر إنك أمرئ فيك جاهلية ليه؟ أنت متحلتش بقى يعني فيه حاجة ناقص هنا من أخلاق الإسلام من جمال الإسلام اللي إيه اللي كان ناقص؟ السواسية وفي مرة ضحك الصحافة لما شافوا دقة ساقين سيدنا عبد الله بن مسعود لما ساعد على النخل فعضت النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لهما أسقل في الميزان من أحد يا سلام يعني قدمين سيدنا عبد الله بن مسعود أسقل في الميزان عند الله سبحانه وتعالى من أحد وربنا سبحانه وتعالى قال عن حضرة النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فخليك رحيم بالناس خليك متخلق بأخلاق حضرة النبي طب نعمل إيه عشان نعيش السواسية خلينا نقول بس نتفق أن أنت لو ما عاشتش بالسواسية ما بين الناس مش بس هتقل صدقاتك ولا هتقل علاقاتك لكن أنت في النهاية هتجد نفسك بتخصم من نفسك بتستهلك نفسك ليه؟ طول الوقت منتظر من الناس أنهم يبصوا لك بطريقة أفضل من الطريقة اللي بيبصوا لك بيها وتفضل منتظر منتظر أو تفضل تحاول تيثبت لهم أن أنت أفضل منهم وإيه اللي يحصل؟ فتعيش حياة منقوصة وتعيش حياة دايما نقصة وحياة مليانة بالمرار أنا عنصحك شوية نصايح كده عشان تتخلص بالمرار ده امتن لكل شخص بيتعامل معك لوجوده ودوره في حياتك بالله عليكم يعني 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 ونحن في رمضان عايزين نتعلم سنة جديدة أن احنا نمتن لوجود أولادنا في حياتنا احنا بستغرب جدا نفضل نعيش ونعافر أن يجينا أولادنا ولما يجينا أولادنا نحس أنهم إيه اللي حاصل نحس أنهم إيه عبق علينا طب وده يا رضي ربنا أولادنا نعمة حط في قلبك أن أولادك نعمة عتلاقيهم بيحبوك عتلاقيهم بيحبوك لأنه أنت حسس بقيمتهم في حياتك فهم يحسوا بقيمتك في حياتهم لازم نحس بكده تاني حاجة يبقى خلاص لازم نحسس اللي حوالينا بقيمتهم ونمتن إليهم لازم نمتن إليهم تخيل كده لو بتمتن لزوجتك تخيل كده لو بتمتن لزوجك تخيل كده لو بتمتن للراجل اللي بيساعدك تخيل كده لما بتمتن للراجل اللي بيرفع حاجة معاك أو اللي بيقفلك حاجة أو اللي بيشين معاك حاجة أنت هتحس أن أنت سواء مع الناس وتحس بهذا الشعور الرائع الجميل أن أنت مع الناس وتحس بالنور بيسر في قلبك تاني حاجة قبل ما تتكلم اعرض الكلام على قلبك لو لقيت فيه أي انتقاس من حد أو غرور استغفر ربنا ويقول استغفر الله العظيم واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بدل وجلام جميل يجبر خاطر الناس يعني لو بتوصف حد ما تقولوش فلان الأسود اللي هناك ده بلاش الطريقة دي ولا فلان الأسمر ده ولا فلان الأسير اللي هناك ده خلينا نرقي ألفظنا خلينا نحس بالسواسين أنت طبعا بتقول أنا مش أصدى نتقس منه آه بس نفسك الأمر بالسوق وانت بتقولي فلان الأسمر ده اللي أنا مش زيه الحمد لله فلان القصير ده اللي أنا مش زيه الحمد لله أنا طويل حتى لو أنت قصير زيه فنفسك الأمر بالسوق بتلعب بيك فلازم تتخلص من ده فراجع كلامك تالت حاجة ايه ده لكل شخص بتشوفه بظاهر الغيب أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزق ويوسع ليه رب حاجة وأهم حاجة أن أنت طول الوقت لازم تحس أن أنت مش محتاج للتمييز بينك وبين الناس للتمييز بين الناس عشان تقبلك الناس هتقبلك لما تحس أن هم بنا قدمين وانت بتحبهم زي ما هم لما تحب الناس زي ما هم وتتعامل معهم على أن هم بنا قدمين وتتعامل معهم باحترام ساعتها هتحس أن أنت ايه الحقيقة قلبك نور وقلبك وسق حصل للتساع أخر حاجة وأهم حاجة يا ريت نرجع تاني نلقى بالناس بألقاب حلوة لما تيجي تكلم حد تقوله يا أستاذ تقوله يا جميل تقوله يا أمير تقوله يا بطل قول للناس كلام حلو ولقب الناس بكلام حلو عشان الناس تحس بأنك أنت حاسس أن هم زيك لما واحد يحس يكون هو عالم كبير أو أستاذ في الجامعة أو يقول لأي حد يقوله يا أمير يا أستاذ الناس تحس بأن هي وجودها لي معنى تحس الناس تحب تقبلك عرفتم ليه السواسية بتبني العلاقات بتبني العلاقات عشان الناس بيحسوا أن هم في مكانتهم الصحيحة وأن هم زيك وأن هم بيحبوا دايماً أن هم يبقى زيك خلي بالك علموني زمان أن الناس ما بتحبش السوبرمان بتتفرج عليه آه بس ما تعشرهوش لو حب أن أنت تبقى شخص خارق الناس مش هتحبك لو هتشير التمييز من قلبك وتعيش مع الناس بالسواسية هتلاقي الناس دايماً بتخرج أجمل ما فيها ومنتمية إليك وبتحبك عارف ليه؟ عشان أنت شبههم وساعتها تعمل بقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يا رب اجعلنا دايماً من أهل السواسية اللي تفتح لنا أبواب وقلوب الناس وتخلي علاقتنا أمتن وتخلي علاقتنا مبنية لبنا من نور ولبنا من نور فتكون علاقتنا نور على نور فيا نور لا تحرمنا نور السواسية يا رب العالمين بعض الفاصل نلتقى في حضراتكم عشان نجاوب على أسئالتكم من فاركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة دينامج ولا تعسره ولكن بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر